بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المشاهدون العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع برنامجكم بلاد الأفراح ومع الحلقة الرابعة عشر نواصل بإذن الله تبارك وتعالى الحديث عن جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والحديث عن الجنة لا ينقطع والشوق إليها لا ينتهي والناس كلهم في سباق منذ أن خلقوا ولا تحطوا الرحال إلا في الجنة أو النار والعياذ بالله ويسعى الساعون إلى الله سبحانه وتعالى وهم على طرفين قيض فمن الناس من يسعى إلى الجنة بكل ما يملك ومنهم كذلك والعياذ بالله من يسعى إلى النار بكل ما يملك وكنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن الجنة وطريقها والعمل المؤدي إليها ثم كانت الحلقة الأخيرة من حلقاتنا السابقة تحدثنا فيها عن عوائق الجنة أو عوائق السير إلى جنة الله تبارك وتعالى ما هي هذه العقبات وما هي هذه العوائق وما هي هذه المتاريس التي تحول بين وصول الإنسان إلى مرضات الله وبين أن يدخل هذه الجنة التي أعدت له وذكرنا جملة من العوائق وكان آخر ما وقفنا فيه هو عقبة الأمل والأمل هو أمر خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان يعني هذه النفس البشرية هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ركبه من جملة من القضايا فهناك الجسد الحالة المادية في الإنسان وهناك النفس وهي الطاقة الكامنة في هذا الجسد وهناك الروح التي ترتبط بمسألة الوحي من الله سبحانه وتعالى والتفاعل معها وهناك قضية الوجدان والمشاعر والأحاسيس وهناك الآمال والتطلعات والطموحات فهذا الإنسان معقد جدا في تركيبته ويحتاج فعلا إلى لا أحد يستطيع أن يتعرف عليه كما هو الحال في الوصف القرآني كيف يصف هذا الإنسان كيف يصفه في عجلته كيف يصفه في ضعفه كيف يصفه في تطلعاته وطموحاته كل ذلك يصف القرآن هذا الإنسان ومنها أن الإنسان له أمل مخلوق فيه معظم القضايا التي خلقت في هذا الإنسان قد تجد محلا للإشباع في هذه الدنيا فخلق الله سبحانه وتعالى الأرجل وخلق الأيدي وخلق العقول وخلق الأجساد وقال اذهبوا في هذه الأرض وابطشوا فيها وسيروا فيها وتجدوا فيها الأرزاق فالإنسان يضرب في الأرض وينال من رزق الله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وسعوا فيها وكلوا من رزقه فالإنسان يسعى بقدر ما يملك ولكن هناك شيء لا مكان لإشباعه بالتمام والكمال في الدنيا ولكن الإشباع هناك والكمال هناك وأن يجد الإنسان بغيته في إشباع هذه المسألة التي فطرت عليها في جنة الله تبارك وتعالى وقضية الأمل نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رسم دوائر لهذا الإنسان ليبين حالة ابن آدم وطريقة تفكيره وعمره وأجله بين النبي صلى الله عليه وسلم فرسم دائرة عدة دوائر ومن ضمن هذه الدوائر وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهم وإذا به يخرج هذا السهم من هذه الدائرة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الدائرة هي عمر الإنسان وأجله يبقى عمره خمسين ستين سبعين تمانين مئة على كل إن هي هذه الدائرة التي تحيط بالإنسان وهو الأجل فرسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم خاري هذه الدائرة وقال هذا أمل الإنسان والآمال دائما أوسع من مساحات الآجال وأطول من آجال الإنسان الإنسان له طموح وله تطلعات لا تكفيها ولا تسعها الأعمار تلو الأعمار ولكن كيف الإنسان يستطيع أن يستثمر عمره المحدود هذه الدائرة المحددة كيف يستطيع أن يستفيد من عمره ليصل إلى هذه الجنة ثم يرضي بعد ذلك طموحه وتطلعاته وآماله فهناك الآمال سنلاحظ إن شاء الله ستشبع الآمال تماما وترضى الآمال ويستطيع الإنسان فعلا كل ما يؤمله ويخطر بباله ويشتهيه إلا وهو حاضر يعني كل ما تشتهيه الأنفس وتلز الأعين فهو حاضر في جنة الله تبارك وتعالى والآمال تشبع في الجنة فالجنة كأنما الله سبحانه وتعالى أعدها لتكمل هذا النقص الذي اعترى الإنسان في دنياه من أهل الإيمان على وجه التحديد كيف يكمل لهم في الآخرة فهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذن هذا الأمل هو عقب كبير جدا في السيد إلى الله سبحانه وتعالى ونلاحظ من خلال العقبات التي ذكرناها يمكن أن نتحدث عن حلقة اليوم والتي هي بإذن الله عز وجل بعنوان أقسام السائرين الجنة والمحرومين منها فهناك الناس ليسوا سواء ليسوا سواء في سباقهم والله عز وجل عبر عن الجنة بأنها ساحة منافسة وسباق ومسارعة وكل مضمار للسباق ومضمار للمنافسة بطبيعة الحال يتفاوت فيه الناس درجات كبيرة جدا وهذا نلاحظه في عالم الرياضة مثلا كثير من الناس يلاحظون كيف أن المتسابقين والمتنافسين يعني يتفاوتون في أدائهم وفي نشاطهم وفي سرعتهم وفي حركاتهم وفي جدهم واجتهادهم فهناك تفاوت هائل جدا كذلك السير إلى الله سبحانه وتعالى فالسائرين إلى الله سبحانه وتعالى نلاحظ أنهم يمكن أن نوجزهم في ثلاث هي مسافات هائلة وطويلة ويمكن كل درجة من هذه الدرجات التي سنتكلم عنها هي نفسها درجات كالجنة تماما لأن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة درجة هذه الدرجات المئة يمكن أن ينقسم الناس في سباقهم وفي سيرهم إلى الله بمقدار هذه الدرجات نأتي القسم الأول وهو قسم قبل أن نأتي إلى القسم الأول نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات يورد هذه الأصناف يورد هذه الأصناف الثلاث نجد هذه الأصناف في سورة فاطر ونجد هذه الأصناف في سورة الواقعة وغيرها من الصور الله سبحانه وتعالى يقسم الناس إلى هذه الثلاث أصناف القسم الأول هم الذين سماهم الله المقربون أو السابقون القسم الثاني هم أصحاب اليمين وهم المقتصدون القسم الثالث هم الظالمين والظالمون لأنفسهم وهذا القسم يمكن أن نقول عنه بأنه أصحاب الشمال ولكن إن شاء الله سنفصل فيها لأن الظلم نفسه أن يظلم نفسه قد يكون ظلمه ظلما لا يؤدي به إلى الكفر وقد يكون ظلمه يدرجه والعياذ بالله في دائرة الكفر كما قال الله تبارك وتعالى والظالمون هم الكافرون فأحيانا يصف الله تبارك وتعالى الكفار بأنهم الظلم الحقيقين وأحيانا يصف أيضا المؤمنين أنفسهم بأنهم أيضا يظلمون أنفسهم وخلاصة الأمر بأن الإنسان الذي يحرم من جنة الله تبارك وتعالى فهو ظالم لنفسه لم يظلمه الله لأن الله عز وجل لا يظلم أحد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فالإنسان لا يظلمه الله والله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فالله عز وجل لا يظلم أحدا نقف عند قوله تبارك وتعالى هذه الأصناف الثلاث قسم السابقين للخيرات والمقتصدين والظالمين لأنفسهم في إطار أهل الإيمان هم ثلاث أصناف المؤمنين أنفسهم أو الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثلاثة أصناف وهذه الثلاث أصناف أيضا قد نجدها في حديث البخاري مسلم حديث جبريل صنف المسلم والصنف المؤمن والصنف المحسن فالدائرة الأولى قد تكون هي التي فيها الإشكال يقول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير يقول الله عز وجل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب سبحان الله ما أعظم هذه الآيات وما أعظم قول الله تبارك وتعالى جنات عدن يدخلونها حتى تكلم بعض أهل اللطائف في كتاب الله سبحانه وتعالى بأن أجمل واو للجماعة هي واو يدخلونها الظالمين لأنفسهم والمقتصدين والسابقين بالخيرات يصفهم الله تبارك جميعا بأنهم يدخلون جنة الله تبارك وتعالى تعالوا معي لنقف إلى هذه الأصناف الثلاث القسم الأول الله تبارك وتعالى مع أن هؤلاء كلهم أورثهم حملة الرسالة وكلهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم من أهل الإيمان وإلا ما كان ورث للكتاب ومع ذلك هم ثلاث أصناف الصنف الأول قال فمنهم ظالم لنفسه يا رب كيف نكون نحن ورث للكتاب وحمل للرسالة وأتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفينا العصات وفينا المقصرون وفينا من تسميه ظالما نلاحظ أن العدالة الإلهية اقتضت بأن كل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يعني أنه عبارة عن ملك يمشي على الأرض فالمسلمون فيهم أهل التقصير والمسلمون فيهم أهل الذنوب والمسلمون فيهم أهل الكبائر كل هذه الأصناف موجودة داخل الدائرة الإسلامية داخل من يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتواجد فيها هذه المستوية فيهم الظالمون من هو الظالم لنفسه في هذه الآية الظالم لنفسه هنا هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ولكنه يرتكب بعض الذنوب والمعاصي فيكون بها ظالم لنفسه يكون بها ظالم لنفسه ولكن هذا القسم هذا القسم الذي هو ظالم لنفسه سنأتي إن شاء الله في قضية الحرمان من الجنة وننظر إلى أن الحرمان من الجنة نوعين ويدخل فيه واحد من هذا الذي ظلم نفسه الحرمان الجزئي من الجنة والحرمان الكل من الجنة وهذه إن شاء الله سأأتي إليه ولكن دعونا الآن نكمل الثلاثة أصناف الصنف الأول هو الذي ارتكب مع بعض الطاعات ارتكب بعض الذنوب وبعض الآثام وبعض السيئات فسماه الله سبحانه وتعالى ظالما ظالم لنفسه القسم الثاني قال ومنهم مقتصد والمقتصد من هو؟ هو الذي أدى ما عليه من واجبات واجتنب كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من المحرمات خاصة الكبائر اجتنب الكبائر لماذا؟ لأن الصغائر واللمم الله تبارك وتعالى ضمن لنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فيمكن اللمم أن يصيب الطائفة الثانية إذن هذا المقتصد هو الذي يكتفي بالباجبات ويجتنب المحرمات ولا يزيد يعني ليس كثير النوافل ولا كثير المستحبات حتى يكون على قل في القسم الثالث وهو القسم السابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات هؤلاء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى سابقين بالخيرات هم أهل الإحسان أهل الإحسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإحسان جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالسابقين بالخيرات ديدنهم ودأبهم وطريقتهم مع الله سبحانه وتعالى هو أن الله سبحانه وتعالى حاضر معهم باستمرار لا يغيب عنهم بحال فهم دائما في كل حركة وفي كل سكون وفي كل تفكير وفي كل خاطرة إنما يفكرون فيما يرضي الله تبارك وتعالى فالله عز وجل لا يغيب عنهم الله تبارك وتعالى يستحضرونه باستمرار فهم ساعين بالخير وسباقين للعبادات وذاكرين الله كثيرا يعني اجتنبوا كل المحرمات والمكروهات وأدوا ما عليهم من فرائض وواجبات وزادوا عليها النوافلة وزادوا عليها المستحبات فهؤلاء هم الذين سماهم الله سبحانه وتعالى سابقين بالخيرات كل هذه الأصناف الثلاث يقول الله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب أي الثلاث هؤلاء سائرين إلى الله سبحانه وتعالى يدخلون إلى جنة الله تبارك وتعالى ولكن السؤال هل الظالمين لأنفسهم يدخلون الجنة دون حساب ودون مساءلة ودون أن يجازون على أعمالهم أو أليس في الظالمين لأنفسهم كما جاءت في كثير من النصوص من ارتكب الكبائر وارتكب المحرمات التي لا يمكن معها أن يدخل إلى الجنة مباشرة أي لا بد أن يطهر من ذنوبه ومن سيئاته أليس من أهل لا إله إلا الله من لا يستطيع القفز على عتبة الذنوب والمعاصي ولا تغني المكفرات كلها إلا أن يغمس والعياذ بالله في النار فتطهره ثم يخرج منها وقد طاب نعم هو كذلك هذا القسم هم الذين أسميهم في هذه الحلقة بالمحرومين جزئيا لأن هناك حرمان كلي وهناك حرمان جزئي من الجنان فسنلاحظ أن الذين ارتكبوا المحرمات والسيئات والآثام في دنياهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يدخل هؤلاء إلى النار يعني هنا الآن لا أريد أن أتحدث كثيرا عن المكفرات لأن هذا موضوع طويل هناك مجموعة من المكفرات جزء منها في الدنيا جزء منها في الآخرة من المكفرات ولكن بعض الناس تكون عليهم ذنوب مثقلة ومثقلة عليهم ولا يمكن أن يذهب إلا كحال المفلس الذي تحدثنا عنه مفلس الذي يأتي وقد عمل من الحسنات ولكن أيضا هناك سيئات كبيرة فيذهب إلى النار هؤلاء الذين نسميهم محرومين عاشوا الحرمان في دنياهم قبل أن يعيشوا الحرمان في الآخرة عاشوا الحرمان في دنياهم لأنهم ما استطاعوا أن يعيشوا لذة التوحيد وما استطاعوا أن يعيشوا لذة المناجاة ما استطاعوا أن يعيشوا لحظات مع جنة الله تبارك وتعالى المبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الجنة التي هي حقيقتها أنك كلما اقتربت من كتاب الله اقتربت من جنة الله هؤلاء الذين ما استطاعوا أن يعيشوا جنة الله سبحانه وتعالى تحت أقدام أمهاتهم ما استطاعوا أن يعيشوا جنة الله سبحانه وتعالى تحت أقدام والديهم ما استطاعوا أن يعيشوا جنة الله وهم يتلمسون سبول الخير وطرق الخلاص مع الفقراء والمساكين والأيتام والفقراء ما استطاعوا أن يعيشوا جنة الله سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيل الله حيث هناك ساحات الوغى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها الجنة تحت ظلال السيوف ما استطاعوا أن يعيشوا لحظات الحب في الله سبحانه وتعالى التي يتحابب فيها المؤمنون فيعيشون لذة في الدنيا ما بعدها لذة كل ذلك ما استطاع المحروم أن يعيشه في دنياه فيصاحبه هذا الحرمان في الآخرة كم من محروم أخي الكريم أخت الكريمة كم من محروم في دنياه يكون محروما في آخرة كم من أناس عاشوا دنياهم بلذاتها عاشوا دنياهم كما يحلوا لهم بعيدا عن الحلال والحرام بعيدا عن التوقف عن حرمات الله بعيدا عن أن يسألوا أنفسهم هل يفعلون ما يفعلون وهم يرضون الله بذلك أم أن يفعلون ما تشتهي أنفسهم فقط فإن كانوا كذلك فإن هذا الحرمان الجزئي في الدنيا أو هذا الحرمان الكل سيؤدي بهم إلى حرمان كلي أو حرمان جزئي في الآخرة وهذا هو المعنى الذي قال عنه الشيخ الإسلام من تيمي عليه رحمة الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة هذه الجنة التي في الدنيا أعظمها لذة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى علينا أن نعيشها في هذا الشهر الفضيل عيش لذة المناجاة لذة الدعاء لذة الخلوة لذة الغوص في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى التعرف على تفاصيل هذا الكتاب الذي قال الله تبارك وتعالى لاتدبر آياته عيش مع هذا الكتاب وستجد نفسك أنك فعلا تعيش في جنة وستذهب بك هذه إن شاء الله إلى جنة الآخرة أما المحرومون على وجه التأبيد وهالمحرومون حرمانا كليا فهؤلاء والعياذ بالله هم الذين كفروا بالله وأشركوا بالله ونافقوا في دنياهم وارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى وبحثوا عن هدايات خارج هدايات الكتاب هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى عنهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أي هؤلاء مؤبدون في جهنم وعلى رأسهم إبليس طبعا أكبر محروم من الجنة هو إبليس الذي طرده الله سبحانه وتعالى من جنته ويظل هذا الطرد مستمرا إلى يوم القيامة وأتباع إبليس وأتباع الشيطان سيكونون معه كذلك في جهنم والعياذ بالله ويخطب فيهم طبعا خطبته المعروفة خطبته العصماء التي يقول فيها ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي إذن أهل الشرك بالله محرومون أهل الكفر بالله محرومون وسماهم الله شر البرية قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قال دين فيها أولئك هم شر البرية فهؤلاء أهل الشرك وأهل الكفر وأهل النفاق وأهل الردة هؤلاء جميعا يمكن أن ندخلهم تحت مسمى بأنهم أهل الحرمان الكل من جنة الله تبارك وتعالى وما أسوأه من حرمان وما أسوأه والعياذ بالله يعني يمكن الإنسان أن يكون محروما في الدنيا ولكنه قد يكون سعيدا وممنوحا وقد آتاه الله سبحانه وتعالى رزقا قير من قطئ في الآخرة وكم من إنسان منعم في دنياه ولكن في حقيقته محروما عن لذة الوصل مع الله ومحروم كذلك عن الصلة مع الله ومحروم عن الدخول إلى الجنة فهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض فيغمس في جهنم غمسة أو يسبق صبغة أو يعني يدخل في الجنة مرة واحدة ثم يخرج فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط والعياذ بالله من هذا الحرمان نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من جنته سبحانه وتعالى وأن يجعلنا من أهل العطاء وأهل الكرم وأهل الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر